قالت تحاد المصدرين الأتراك أن السعودية علاقت رسميا وردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في وقت سابق في هذا الشهر وذلك عقب مقاطعة غير رسمية منذ أشهر للمنتجات التركية وصلت توترات سياسية بين المتنافسين الإقليميين وأشار الاتحاد لأن قرار التعليق صدر في منتصف الشهر الجاري كانت جمعية المصدرين الأتراك ذكرت أن الصادرات إلى السعودية تراجعت 16% في الشهور العشرة الأولى من هذا العام ووصلت إلى 2.23 مليار دولار